موسيقى 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 أو طبقة الألية بتاعتنا هتفك مني فدي أول حاجة علشان يطلع الحواوشي المقلي معنا مزبوط لازم إنه هو يكون بايت وسائع تبايتي بقى يومين تلاتة شلتي في الفريزر وطلعتها حطيتيه مثلا قبلها بيوم في التلاجة من تحت أهم حاجة يكون سائع وبيت بالشكل ده المنظر ده كده لو أنت شفتيه عفوا لو شفتيه عندك في البيت أو ولادك شفوه عندك في البيت هيقولك إيه لا إحنا مش هناكله ده الحواوشي بايت تبا سخنهو لكو لا حتى لو سخنتيه مش هيبقى حلو هيبقى طعمه غير ما هيكون لسه معمود ده حقيقة بس إحنا بنحاول نتحايل على النواق ده اللي إحنا هنعمله النهار إحنا النهار ده هنعمل إيه؟ هنعمل وصفة جديدة من الحواوشي البيت أي حد هيقولك إيه حواوشي بايت مفيش منه وصفة ما يتسخن يتاكل وخلاص الموضوع خلص أو يعني أكتر حاجة ممكن تتعامل فيه إن إحنا نحطه في سنية ونحطه على الوش بتاعه شوية جبن وندخله الفرن الجبن هتطره شوية هتبدأ إن هي تديره تطعيمة شوية مختلفة ويبقى إحنا كده عدلنا الوصفة بتاعتنا طب لما نقليه بقى ونخليه متغير خالص ده اللي هنشوفه مع بعض النهار ده صباح الفل يا جيمي صباح الفل يا شباب صباح الفل يا حودة صباح الفل عامل إيه أخبرات إيه؟ صباح الفل يا أيمن عامل إيه؟ كل الناس الحلوة النهار ده اللي معينا ربنا إن شاء الله بإذن الله يكرمنا في حلقتنا وتطلع حلوة بيكم ولي كل جمهورنا إن شاء الله اتفضلي ده أنا سكت علشان ده سؤال من رغضة لا يا رغضة ده سؤال أنا كنت هجاوب عليه بس لو كنت سبرت علي شوية كنت هجاوب عليه طيب رغضة دلوقتي بتسألني سؤال بتقول لي هو إحنا ما كانش ينفع إن إحنا ما نسويش الحووشي ونمسك الحشوة بتاعته ونخليها إن هي نية ونبدأ إن إحنا نقليها في الزيت في الحالة دي يا رغضة الحووشي مش هيستوي اللحمة من جوة مش هتستوي الشوية اللي هيتقلي فيهم أو الوقت اللي هيتقلي فيه الحووشي في الزيت مش هيسوي لي اللحمة وهتلاقيها إن هي سايبة ويطرية وهتبدأ إن هي تبك مية مع الحشوة بتاعتنا اللي احنا عملينها أو الطبقات بتاعتنا وهتلاقيها فكت في الزيت عشان كده بقول إيه قلت إيه في أول الحلقة يا رغضة قلت إن لازم يكون الحووشي عندنا بايت يكون سائع ماسك في نفسه كده مش هيفك مني اللحمة من جوة حطت في التلاجة ومسكت لكن مستوي فإحنا بنعمل الحووشي الأساسي بتاعنا بنبدأ إن إحنا ناكل اللي إحنا عايزينه واللي يفيد نحطه في التلاجة نلفه كده في كيس أو نلفه في ورق أبيض ونشيله في التلاجة لتاني يوم بقى لتالت يوم أي أن كان الأهل فترة اللي إنت هدفت لها فيه أنا ما عنديش فيها أي مشكلة طيب نرجع بعد كده خلاص ولدي نيسيو إن إحنا كنا عاملين حووشي نيسيو إن إحنا كنا عاملين حووشي هنعمل إيه أروح بقى مطلعه كده هم مثلا نايمين ولا في مدارس ولا الكلام ده كله وروح مطلعه وابدأ إن أنا أعمل بيه الوصفة الجديدة بتاعتنا طيب عندي حووشي مقدير الحاجينة نفسها هتنزل على الشاشة علشان اللي عايز يعمل الحووشي ياكله طازة زي ما هو مفيش أي مشكلة يرجع بعد كده يشيل منه جزء ويبدأ إن هو يعمله مقلي زي ما إحنا ما عاملين كده أنا ما عنديش أي مشكلة طيب بصوا بقى مقديرنا على الشاشة بتقول إيه يا رغضة وبعد كده نبدأ نعمل تدبيلة عندي لحمة مفرومة وعندي دهن مفروم الدهن المفروم ده دهن كلاوي نكتب يا رغضة دهن كلاوي مش دهن بس علشان الدهن ده بس لو جبنا دهن من عند الجزار هيبدأ إن هو يجرمز معنا ويبدأ يدهن في اللحمة وتعمه ما يبقاش حلو فنجيب دهن كلاوي إيه دهن كلاوي ده يا نونة اللي بتتكلمي عنه ده يست الكل اللي بيبقى في الطرب المنديل اللي هو بنعمله طرب بناخد الحرف بتاعه اللي هو بيبقى تخين شوية ما بيتفردش وما بيتلفش فبنبدأ إن إحنا نقطعه بنبدأ إن إحنا نفرومه مع الحووشي أو ممكن تفرومه مع الكفطة بيطلع معاك زي الفل عندنا إيه تاني عندي فلفل حامي عندي بصل عندي بهارات حووشي وملح وفلفل أسود والعيش البلدي ببدأ بعد كده في خلطة أنا بعملها كده علشان أطعم العيش من جوه بعمل إيه باخد حتة من دهن الكلوي دي بسيحها على النار وبتدبلها ملح وفلفل أسود وببدأ إن أنا أدهم بيها العيش من جوه وأبدأ بعد كده أخد اللحمة وأبدأ إن أنا أحطها وفردها وأبدأ إن أنا أسوي بقى في التلف في وراء أبيض تدهني زيت تحط في الفرن تعمليه على الطاصة من فوق أو الجريل أنا ما عنديش أي مشكلة ما عنديش أي مشكلة طيب إيه اللي بيخلي اللحمة تكش مننا لو أنت حطيتش لي أو ما حطيتش دهن الدهن الكلوي اللي إحنا بنحطه بيخلي الرغيف ما يبدأش إن هو أو اللحمة من جوه ما تكشش وفي نفس الوقت تفضل زي ما هي وتلاقيها نفسة مش مكتومة طيب هينفع إن أنا أحط الخليج بتاع الحواوشي ده أو لحمة الحواوشي ده ينفع أحط لها بكمبودر مش مفضل مش مفضل لما نيجي نعمل كفتة بنفس الخلطة دي ممكن نحط لها بكمبودر عشان تبقى هشة ومفرغة شوية لكن للحواوشي أنا مش محتاج إن أنا أخليه هش لأنا محتاج إن أنا أخليه ما يكشش فمش هيكش بإيه بدهن الكلوي اللي إحنا هنحطه طيب يلا بينا دلوقتي كده بصوا هنعمل إيه هناخد رغيف الحواوشي المتلج معنا اللي فضل مننا وحطنا في التلج هبدأ إن أنا أعمل كده بصوا بنزل في البيت بغلف أول حاجة بالبيت وعمل كده وارجع بعد كده أروح منزلها في البيت وشيل واروح منزلها في البقسمات المتبل شايفين رغيف الحواوشي بقى أعمل إزاي؟ تخيلوا الخلطة دي كده مع رغيف الحواوشي هتبقى عامل إزاي؟ أسهل من كده ما فيش تين بد ولازم رغيف الحواوشي يكون معانا في التلاجة تعمليه وتبيتيه في التلاجة أعمل الحواوشي اللي انت عاملها عادي خالص كلي منه اللي انت عايزاه وارجعي بعد كده اللي يفضل منك خطي في التلاجة لا رغدة دلوقتي بتسألني ينفع ده مش بقسمات عادي ده بقسمات متبل اللي بتباع أكياس طيب رغدة دلوقتي قالت لي ينفع أن أنا أبدل البقسمات المتبل ده ببقسمات اللي هو الفينو العادي لا ليه؟ علشان هيتقل معايا الطبقة بتاعته ويبدأ لما ينزل النار يبدأ أن هو يفك ويتقل فأنا مش عايزة حاجة زي كده أنا عايزة الطبقة تفضل ما أرمشه وتفضل أن هي مسكة فيه طيب عندي زيت سخنة على النور هاخد سنة دقيقة كده وعمل كده يسخن يسخن معي ومجرد ما النزل رغيف الحواوشي في الزيت اوعي 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 تقلبيه اوعي تقلبيه ليه؟ علشان أنا عايزة أن هو يبدأ أن هو يتشبع بالزيت يبدأ أن هو يتقلي معايا كويس من غير الطبقة بتاعته ما تسيب طيب ممكن دلوقتي ستكت كله هتتفرج عليها هتقول لي ايه؟ طيب هو أنا ينفع أعمله في بيد ودقيق بس من غير البقصمات آه ينفع بس مش هتاخد الطبقة الدهب اللي احنا هنشوفها دلوقتي لما نقلي بالبقصمات المتابل بقصمات المتابل ده احنا ما بنحطش عليه أي حاجة ولما جيت عملت البيض أنا حطيت على البيض فلفل اسود وبس محطتش ملح ليه؟ لأن البقصمات عندي متابل ومتحيق حلوة قوي جيت لما عملت في الدقيق محطتش على الدقيق ولا ملح ولا توابل ولا أي حاجة ليه؟ لأن البقصمات عندي متابل أجي كده يا جيمي عند الزيت بتاعنا واروح ماشكة أول رغيف وانزل بيه وما حرقش أنزل وما حرقش تاني رغيف أنا عملته أهو كفاية قوي كده ما ينفعش إن أنا أسحم الطاصة حتى لو الطاصة عندي أكبر من كده ومليانة زيت ما ينفعش أسحمها أخلي الرغيف يتقلب راحته ياخد براحه في القلية مش عايزاه إن هو يبقى ده على ده ويبقى حتة طرية حتة ما تحمرتش لأ أنا مش عايزة كبقى هم رغيفين كفاية قوي نعمل باقي الكمية بيد دقيق بيد بقصمات أولوك على حاجة ده أنا هعمله دقيق بس عشان أوريكم الفرق بين القلية مع البقصمات والفرق مع الدقيق أهو كده بالشكل ده عملته دقيق بس مش هحطله الطبقة التانية اللي هي البيد والبقصمات أو البقصمات المتابل علشان تشوفوا شكل القلية بتاعة ده وشكل القلية بتاعة ده يبقى الاتنين قدام عينيكم يبقى أحسن ليكم اعملوا بس أنا بالنسبالي بصراحة لما جربت أنا بالنسبالي الأفضل اللي هو طبقة الدقيق ومعاها طبقة البيد التانية ومعاها طبقة البقصمات الشكل ده كده شايفين إحنا النهاردة غيرنا مفهوم الحووشي خالص حاجة مختلفة حاجة جديدة قلتلكوا حصرية في البلد يوكر مش هتشوفوها عند أي حد تاني ولسه كمان في أصناف تانية بقى بتتقليش وإحنا النهاردة في برنامجنا هنقليها فكروا كده عايزكوا تفكروا هي ايه يلا ما تفكروا كده فكر معايا محنوط فكر معايا لا انت عارفة ما إحنا محضرين اللي سكريبتي سوا اللي ايه هتكلم رغضة تبعتلك هو ده اللي انت هتعمله عايزة كل حبابنا اللي بيتفرجوا علينا يفكروا معانا كده ها استني بس ده المتجاز الطفا نعم مهاب قال ايه بقى ما بنتش والله ايه تعال الحتة دي يا ابني مهاب قال ايه مهاب قال كده علشان شايفه برا بزمتك ماشي طيب عايزةكوا تفكروا معايا ايه تاني هيتقلي النهاردة في الحلقة بتاعتنا وهو أصلا ما بيتقليش استحالة تاكلو مقلي او استحالة ان هو يجي في دماشكن ان هو يتقلي مرنة انت قريتي�ه طب خلاص انا عايزة احد ما هيكونش عارف حسرنا اتصالاتكو على الارقام اللي معانا على الشاشة عشان تقولوهولى ايه اللي ممكن يتقلي ممكن ايه اهلا مش رجبة معايا هي ممكن ممكن تصدق مين اللي بيكلمني أسطورة مهاب مهاب دلوقتي بيقولي ممكن نقلي بيتزا ممكن ودي برضو فكرة ان احنا لما تيجي البيتزا تبات ومش هنأكلها وبدل ما نسخنها في الماكرويف او النهية نبدأ ان احنا نعملها ومش هتدينا المط تجيبنا اللي احنا هنبقى شايفينها او عايزينها فكرة برضو يا مهاب برافو عليك بس مش جالي احنا هنقلي النهاردة مش ده اللي هنقلي النهاردة يلا على ما تفكروا معايا كده احنا حطينا هرغي فين حواشي مقليين في النار هدى ان انا اغلي في الباقي ده كده على ما ترجعولي وفي واحد انا سايباق بالدقيق بس من غير البقصمات علشان نشوف شكله هيبقى عامل ازاي بالشكل ده كده يلا بنا يا جيمي نطلع فاصل قبل ما نطلع فاصل نبص كده على الحواشي اللي على النار يلا بنا بصوا شكله عامل ازاي شايفين نسيبه كده ما نحركوش علشان الطبقة اللي عليه ما تفكش ونرجع من الفاصل نشوف يتحمر معانا وشكله هيبقى عامل ازاي ويا سلام بقى يا سلام لو هو كان بايت وروحتي فتحاء قبل ما تعملون الطبقات دي حطيت جوا شريحة جبنة فلما تيجي تغلفي وتيجي تقطعي بعد كده هتلاقي طبقة الفرايد بتاعته او الطبقة المقلية بعد كده حرف العشرو فرنع خالص كده وتلاقي بقى جبنة سايحة وبعد كده اللحمة اللي انت حطها اصلا مستوية هيطلع معاكي زي الفن يلا بينا نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نكمل حلقة الحاجات اللي ما بتتقليش وإحنا في البلد يوكل قالناه ايه عندنا تاني بعد الفاصل هنكون ما بنقلهوش وهنشوفه مقلي خليكم مستنين علشان نعرفه مع بعض ان شاء الله بإذن الله لو اتراه في اي حتة مستنينكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب فين الطبقة؟ حواش مقلي يجني وبص البخار طالع هو سخن ويتقلع وزي الفل ما شاء الله اللهم بالك حاجة كده تاخد العقل حاجة تاخد العقل صنف مختلف وصنف جديد وحاجة قلناها وهي ما بتتقليش طيب أنا طول وقت الفاصل أنا بقلي في اللي هو بالبقسمات اللي هو بالبقسمات المتابل قادي اللي بالدقيق اهو هحطه قدامكو دلوقتي يلا يا جيمي قادي اللي بالدقيق اهو عشان نشوف شكل اللي بالدقيق عامل ازاي لوحده وشكل اللي بالطبقتين مع بعض عامل ازاي مع بعضه طيب هنبدأ ان احنا ناخد كده بصو ماسك في بعضه ما فيش حاجة اسمها ان هو فك ولا الكلام ده كله خالص ما شاء الله اللهم مبارك شايفين بصو الرغيف عامل ازاي حاجة كده تجنن بالشكل ده خايفين فيش احلى من كده يلا بينا نشيله من هنا حطه النحية دي ويبقى كده عملنا الحواوسي اللي طيب ايه تاني ما بيتقليش بقى ونونا هتقليه النهاردة في البرنامج هقول لكم حالا ايه اللي ما بيتقليش ونونا هتقليه السجوق الشرقي السجوق الشرقي دايما يا بنعمله سان دا وتشات يا اما بنعمله بسوس كده وبطماطم وشوية بصل والكلام ده كله لكن النهاردة هنقليه ايه ده لا ساني واحدة بقى طب الحواوسي وانتي سويتيه وشلتيه في التلاجة اما ليه السجوق هتعمليه السجوق بيبقى نايل والله برضه هتسويه هتديله صدمة في مياه مغليه عندي على النار مياه تغلي من غير اي اضافات وهروح واخده السجوق الحلو بتاعنا ده مع قرنفلفل كده مع رشة ملح بسيطة جده مع رشة فلفل اسول وكم حلقة طماطمية كده واحطهم في المياه المغليه يدوب انه هو مش يستوي يدوب انه هو ياخد صدمة ويتلم معيه عشان لما يجي اقليه واغلفه بنفس الطبقات اللي احنا غلفناها النهاردة بيها الحواوسي يطلع معيه زي الفلفل بص يا جيمي ده اللي معمول بالطبقات بتاعتنا اللي هو بيد ودقيق وبعد كده بيد وبعد كده بقسمات المتاد ده اللي عملناه بدقيق بس بص المنظر شايفين الشكل؟ فرق بين ده وبين ده عشان كده قلتلكوا لا ماينفعش نعمله بدقيق بس مش هيطلع زي ما احنا ما عايزينه بصوا المنظر عامل ازاي؟ العش بتاع الحواوسي باين الدقيق مش واخد الشكل اللي انا عايزاه لكن اللي احنا بنعمله بالطبقتين ومعاهم البقسمات والدقيق والبيد مع بعض بصوا متغلف محدش عارف ايه اللي جوه محدش هيعرف ايه اللي موجود جوه إلا لما يتقطع ويتاكل لكن الدقيق مش هيديكي الشكل اللي انت عايزاه ومش هيديكي كمان الحياء اللي انت عايزاه حتى لو هتتبري الدقيق مش هيديكي برضو الحياء والتطعيمة اللي انت عايزاه فيفضل طبعا ان احنا نعمل اللي هي طبقة الدقيق مع البقسمات مع البيد عشان يديني النتيجة اللي انا عايزها الاحسن ما نعمله بدقيق بس بسو الشكل بيتكلم عن نفس تخيلوا بقى الطعم هيبقى عامل ازاي بسو المنظر فيفضل البقسمات بدل الدقيق انا حبيت ان انا اعمل لكم دا وعمل لكم دا عشان ما تجوش في البيت تقولوا ايه طب نجرب اني نعمله بدقيق ونشوف شكله هيكون عامل ازاي لا يبقى انا اكون جربت لكم كل حاجة قدامكم عشان انتو عندكم في البيت ما تهدروش حاجة عندكم وتفضل ان شاء الله بإذن الله تماموا زي الفط طيب هنعمل ايدي الوقتي عندي مية مغلية على النار اهي هاخد السجوء بتاعنا دا هسقطه في المية ياخد الصدمة بتاعته يبدأ يدخل في السوى اكون انا عملت حاجة برضو ما بتتقليش واحنا هنقليها النهاردة ادي شرايح تماطم و ادي شرايح فلفل دي نبس تطعيمة و ادي السجوء بتاعنا مش شكله جدا ياخد غلويتين واروح مصفيه كويس جدا وسيله في التلاجة شوية وارجع بعد كده اغلفه بنفس الطريقة يطلع بقى كده صوابع ما شاء الله اللهم مبارك مقلية وتطلع معانا زي الفل سلما نطلع رغفين الحواوشي بتاعنا دون علشان لما ندخل في الصنف التاني اللي هيتقل النهاردة والطبيعي بتاعه ما بيتقليش نبقى عارفين احنا بنعمل اين وقل الزيت التاني فين يا شباب رغضب يلا بينا نيجي دلوقتي نعمل ايه صنف تاني ما بيتقليش ما تجيب لي المقادير كده يا جيمي يلا هاتلي المقادير ايه الصنف التاني اللي لنا هتقليه النهاردة وهو ما بيتقليش جيمي دلوقتي حالا هيجيبه لنا يلا بينا برجر مقلي ده يعني جاب لنا المقادير انا ما كانت شاء قصدي نزل المقادير بس ماشي جاب لنا المقادير ونزله لنا كمان فكده احنا عرفنا هنعمل ايه هنعمل برجر مقلي عندنا شرايح البرجر اهي معمولة وانا عايزة النهاردة مثلا ولادي بيحبوا البرجر بس انا محتاجة ان انا اورهولهم اودوقهولهم او اكلهولهم بشكل مختلف فهعمل ايه هروح جايبة البرجر ايه كان نوعه ايه هروح حبة زيت صغيرين على النار وابدا ان انا اشوح واسويه شرايح طماطي عندنا شرايح جبنة ونفس اللزام عندي العيش اهو بيض دقيق بقسمات البقسمات بتاعي متتبل وهروح واخده دلوقتي شوية من الفلفل الاسود علشان الزفارة بتاعت البيض مش كتير حاجة بسيطة كده حطينا الزيت يسخن على النار علشان هنقلي سندويتش البرجر ايه ده يعني ايه تقلي سندويتش البرجر او والله هقللكم انت مستغرب كده ايه محمودة محمودة ومستفى بصين لي ومبرقين وعملين يعملولي كده يعني يعني نعم اللي هو ايه اه طبعا ممكن اه طبعا ممكن اه لما بقولها نعمل سندويتش برجر مقلي انا ببص المصطفى ومحمودة يعني هيبقى عامل كده بص محمودة يعني هيبقى مسك نفسه او والله نفسي سندويتش البرجر اللي احنا بمسكه في ايدينا ده اللي في برجر وطماطم وشرايح جبنة كله هيتغلف بطبقة وهيبدأ يتقلي في الزيت فهتلاقوا انه هو اختلف تماما راخده دلوقت قالتلي حاجة قالتلي طب احنا ينفع ناخد شريحة البرجر نفسها من غير ما نحطها في العيش مصطفى عجبته الفكرة من غير ما نحطها في العيش وناخد الشريحة بتاعة البرجر نفسها نبدأ نغلفها في البيض والدقيق والبقسمات ونبدأ نقلق اه طبعا ينفع يبقى انت كده طلق وعايزة بعد كده تغذية تحطيها في السندويتش ما عنديش مشكلة بس النهاردة لا مين اللي بيكل مهايب الصوتك ما يمدي على أسطورة شوية مهاب دلوقتي بيقول لي ايه بيقول لي هو احنا لازم بعد ما نعمل السندويتش نبدأ ان احنا نغرس فيه خلة علشان ما يفكش معانا ساعة ما يتقلي ما هي دي بقى سر الصنع احلى تحيال دعاء السمنودي ده بقى سر الصنع يعني ايه سر الصنع يعني ان انت ازاي تحط البرجر جوه السندويتش وتبدأ ان انت تغلف بطبقة علشان لما تيجي تحطها في الزيت ما تفكش منك والطبقتين يتشيلوا ده بقى السر اللي احنا هنعمله النهاردة ومش محتاجين ان احنا نحط خلة طيب دلوقتي البرجر عندنا تمام اهو هنحط شريح تماطم بس انا عايزة كله يبقى جوه حدود السندويتش مش عايزة حاجة تطلع بره وايه دي شريحة البرجر اهي شريحة الجبنة اهي وهبدأ ان انا المقص فين المقص يا هاجر خلاص لقيتو بصو كده انا حط الزيت على الناره شايفين اللي بيقعد انا هحطه جوه كده المشارمين بس انا عايزة الجبنة وكل حاجة تبقى جوه السندويتش كده مفيش حاجة بره بروح عاملة كده بص يا مهادة اللي انا بتكلم فيه بص يا جيمي انا حطيت الحشوه كلها جوه حدود السندويتش مفيش حاجة تلع بره وروح تضغطه كده بالشكل ده نلبس الكلافزة حالا ونبدأ ان احنا نشوف هنغلي في السندويتش ده ازاي وهل رغضة قبل ما نعمل الوصفة دي؟ قالتلي ايه؟ طب هو احنا بعد ما نغلفه هنحطه في التلاجة شوية علشان يمسك؟ لا يا رغضة ليه؟ احنا لو حطناه في التلاجة شوية هيبدأ العيش مع الدقيق والبيد اللي احنا حطنهم يبدأوا يترو فعشان كده لو تحطوا في التلاجة هيعملوا رطوبة وطراوة فهيترو فهيشربوا التجبيلة تيجي تحطيه هتحس ان انت بتقلي عيش فاحنا مش عايزين كده فاحنا مجرد ما هنبدأ ان احنا نغلفه دلوقتي هبدأ ان انا اقلي على طول الزيت عندي بيسخن على النار وهبدأ ان انا اشتغل على طول اللي غلفه هقليه اللي غلفه هقليه مش هستنى عليه خالص في نفس الوقت السجوء ماشي معايا تمام وزي الفن علشان عنا ما اخلص البرجر اروح مفضية بقى السجوء ومصفية وابدأ ان انا اقرب طيب العيش بتاعنا اهو او السندويتش بتاعنا اهو نضغط ضغطة حلوة كده تمام هعمل حاجة دلوقتي شايفين انا عملت ايه انا عملت البيت في حاجة غويطة وهعمل حاجة كمان هاخد شوية من المية وهزوت ده كده ايه الهدف ان انا معملش بيت كتير ايه الهدف ان انا زودت المية دلوقتي علشان محتاجش مثلا سبع تمن عشر بيضات لأ انا ممكن احط ثلاثة او اربعة بس وزودهم شوية مية فهيديني الكمية اللي انا عايزها وهيديني التغليف اللي انا عايزها ضغطت كده اهو عشان ما حادش يقول ليه هو انا عشان اعمل سندويتش مختلف اجيب بيت بالشئر فلاني لا انشان لي حتى بيتين قل بيهم مع شوية فلفل اسود محبة المية هيديني نفس نتيجة ممكن نبدل المية ده بلبن هيديني برضو نتيجة حلوة جدا طيب ضغطنا عالسندويتش وانا عملته عالي او في حاجة غويتة علشان اغطس السندويتش وما يبش مني بصوا كده شايفين تمام تمام اطلع كده واروح نازلة في الدقيق بص انا مبحرقش انا حطيت وعمل كده انا عايزة البيض يمشي مع التغليفة اللي انا حطيتها من جوه بالشكل ده كده اشيل واعمل كده واروح منزلة في البيض تاني شايفين بصوا انا بعمل ايه بصوا انا بعمل ايه واروح شايلة كده واروح جايب البقسمات بتاعنا المتدين واروح حطا كده شايفون انا بعمل ايه شايفين هل هنا الجوانب بتاعتي السندويتش باينة معي لا مش باينة نبدأ نعمل كده لربنا سندو ايه يبقى تسكوتي بقى سكوتي يا اختي تمام تمام كده تمام نعمل ايه بقى نعمل ايه نمسك كده شايفين الزيت تمام وزاي الفل اعمل كده واعمل كده نعمل ايه مسكت السندويتش نزلته على الجنب الاول عشان اقفل الجنب بتاعه وبعد كده لما اطمنت ان هو عمل طبقة من الجنب كده تمام بدأت ان انا ايه اسيب السندويتش عادي الحركة دي تخليني اتأكد ان السندويتش هيتلع متغلف من جميع النواحي من غير ما يفك معي بص يا رغبة شايفين ايه بقى لربنا ايه بالزبط كده شايفين الشكل مقلبتش انا مقلبتش انا السجوء كده معيه تمام عايز اطلعه بص يا جيمي كده استوى احنا كده كده هنكمل تسويته في الزيت بس انا بالنسبالي اعتبر كده استوى يعني لو حب حضرتك تغديد اتحطيه على النار مش هيحصل له اي حاجة بسم الله شفتوا البرجر طب انا عايز اقلبه هقلبه هقلبه يا نونة هل هيفك معي طب ما تيجوا نشوف نونة ما بتطلعش فاصل عشان تعمل حاجة لا كله على قدام عينكم بصوا كده يلا يا جيمي الله هو اكبر علينا انا شايفة فرحة ونصرة في عينين مصطفى ومحمود اكتر مني خفتوا نمشي على الحاجة بخطواتها المزبوطة ناخد نتيجة مزبوطة نمشي على الحاجة بخطواتها مزبوطة ناخد نتيجة مزبوطة نعمل كده هعملوك واحد كمان على فكرة انا بس بحضر ايه علشان اين طلع ده ونشوف شكله عامل ازاي نحبة من البقدونس بالشكل ده كده نشيل السجوقة على جنب علشان لما نيجي مغلفوا يا بنت ايه دي على نفسك هوا انت جاي من الاجازة فايقة علي بص يا رغضة الله هو اقبر لا اثاني احد ايه دي علشان يبقى باين كده ويحنا ايه متى اللايم بص يا جيمي ولا سحرة ولا شعوازة اهو اهو شايفين برجر معلي طب ما تيجوا كده بقى سوان يا جيمي لا ما تجيش عندي بص كده جاهز يلا بينا بسم الله بسم الله لا استنى قبل ما تكون جاهز سامع سامعيني الارماشة بسم الله نعمل يا روحي بس انا ما عايزة انزله جاهزيني المفاجئة ايه وعه ايه وعه شايفة ايه رأيك ايه رأيكو يجني تخيري بقى لما تمسكي كده ساندويتش برجر تحسي بالارماشة بتاعته من بره وبعد كده تدخولي على البرجراية مع الطمطموية مع الجبنة وهي جوسي كده دايبة في بقك كده بصي شفتوا فيلم اللفاري الطباخ شفتوا لما بياخد القطمة كده في بقه او يعمل مزيج مع بعض كده ويعمل كده اهو ده ساندويتش اللي هيبدأ انه هو يتعمل له كده اهو بص كده بالشكل ده نعمل غيره قبل ما نطلع فاصل نعمل غيره قبل ما نطلع فاصل خطوات مهمة جدا في عمايل الساندويتش فكرة فكرة محمود دلوقتي بيقول لي ايه ده كده انت بص يعني هتعمل انقلاب بيقول لي ايه بيقول لي ينفع ان احنا ناخد العشل وحده نغلفه ونقليه بالشكل ده وبعد كده نعمل به الساندويتش والله يا فكرة بس الهدف من حلقتنا او يا دي فكرة حلوة جدا طبعا بس الهدف النهاردة من حلقتنا يا محمود ان احنا بنقلي اللي مايتقليش يعني احنا النهاردة مسلاً عمرك كنت تتخيل او يجي في بالك ان ساندويتش البرجر هنقليه لا فهو ده الهدف مننا النهاردة كان يلي في بالك يا مصطفى كانوا مستغربين و مبرقين لي و ازاي و مش ازاي فهو ده اللي احنا عملنا النهاردة الهدف من الحلقة بتاعتنا بنقلي اللي ما يتقليش اهو بسم الله بالشكل دكت ما شاء الله اللهم بارك بص يا جيمي ولا فاكك ولا حاجة و متغلف كويس بالشكل ده اهو ما شاء الله لا هو محمود مش قصده ان انت تغلي في العيش وبعد كده تغلي في السندواتش محمود قصده ان انت تغلي في العيش استخده الله لازم محمود قصده ان انت تغلي في العيش وبعد ما تغلي في العيش طب وقتين عيش اهو متغلفين تروح يحطى البرجر والجبنة والطماطم والكابوتش اللي انت عايزاه وتكليه كده من غير ما يتقلي تايمي تفاهماني طيب احنا العيش اهو وقادي طماطم وخلوا بالكم من حتة ان كله يبقى جوه حدود السندويتش وطبعا احنا لما تكلمنا دلوقتي واشتغلنا عرفتوا انا ليه بقول كله جوه حدود السندويتش علشان ما يبقاش في حاجة طلع من بره تخليلي الطبقات تفك من بعضها زيادات الجبنة دي مش برميها ممكن طبعا تاكلوها وانتو بتشتغلوا لكن انا حطتها جوه السندويتش نفسه بالشكل ده كده ايه دي الرغيف كده ما فيش حاجة طلع بره لازم الضغطة دي مهمة جدا بالنسبالي الضغطة دي مهمة جدا بالنسبالي اخد الرعيش في بيض شايفين يتغلف كويس اروح شايلة كده واروح منزلة في دقيق بصوا بنملأ الجوانب اللي فيها بيض علشان الدقيق يمسك فيها واضغط نفس النظام بالشكل ده كده واروح مسكة كده منزلة في البيض يلا بينا حاضر نحط ده في الزيت ونتقل علشان اوريكم احنا بنقل الزيت شايفين حطت في البيض تاني واروح مسكة شايلة كده بالراحة وانزل على البقسموت شايفين بابدأ اننا امشي على الجناب عشان املأ الفراغات اللي بين السندوتين بصو بضغط عشان اطلع لو فيه اي هوا بين السندوتين وابدأ اننا اعمل كده واروح مسكة كده وعى الزيت على طول بسم الله طبعا هنا الزيت كانت قدح قوي فمجرد ما هينزل معنا هياخد لونه على طول بصو فيه حاجات اللي نزلت منه مطرح البقسموت بدأت ان هي تحروة ما عنديش اي مشكلة بالشكل ده كده بصو ده اول ما نزل خد اللون معنا على طول ودي حاجات هتتشال كده مطرح القلية الاولا نية يلا دينا نطلع فاصل يلا يا مهب اي دي البرجر المقلي معنا او سندوتش البرجر المقلي ما شاء الله اللهم بارك يلا بنا نطلع فاصل عشان نرجع من الفاصل نشوف السجوء الشرق بتاعنا من امتى بيتقلي احنا قلنا ان النهاردة كل حاجة ما بتتقليش معنا هتتقلي هنشوف السجوء هيتعمل في ايه وهيبقى شكله ازاي وهيتقدم ازاي بعد الفاصل خليكم السنين شواء ورقاين معانونا والبرجوك اشتركوا في القناة وبعد ما عملنا الحووشة عملنا البرجر حاجات ما بتتقليش وقلناها الوقت بقى هنيجي للسجوء السجوء الشرق طول عمره من ساعة ما تولدنا واحنا عارفين ان هو يتعمل بيتضحرك كده على كل نار يا اما لما بنحب ان احنا نعمله سندوتشات او الكلام ده كله بنروح مقطعينه مكعبات او عقل هو جمي فين بنروح مقطعين السجوء عقل او مكعبات صغيرة كده وبنحط معاه بصر وبنحط معاه طماطم وبنحط معاه فصين طوم معلقة صلصة شوية بهارات وشوية توابل وبنعمله وبيبدأ ان هو نعمله سندوتشات طول عمرنا بنعرف كده يا اما نعمله طاجل يا اما بنحشيه جوه فطاير لكن عمرنا ما قلناه او مصطفى بيعمله كده عمرنا ما قلناه النهاردة بقى احنا في حلقة اللي ما بيتقليش واحنا قلناه هنقلي السجوء بنفس الطريقة ويتحط كده في السندوتش شايفين الرفيع ده كده هتشوفوا دلوقت لما تتحطي الطبقة عليه هيبقى حاج مؤدقيه ويملى السندوتش كده مش هيبقوا فاهمين هو ده ايه هيبقوا حطين في دماغكم ان هو ستريبس ان هو قطعة فراخ هيتفاجئوا وهم بيقطموا السندوتش يلاقوا جوه سجوء فالنهاردة الحلقة بتاعتنا يعني حلقة مبهرة ان انت ايه حلقة المفاجئات ان هم يبقوا فاكرين ان ده حاجة ويجوا يقطموها وياكلوها يلاقوها حاجة تانية خالص ده الهدف من حلقتنا النهاردة بنتلع بره المعتاد والروتين والملل بتاع اكل كل يوم طيب عندي زيت بيسخن عن نار هوطي عليه كده علشان مايتحرقش معي نفس النظام بقسمات متابل فهاجي عند البيض وروح حطه شوية فلفل اشفت وهعمل كده عايز اقولوك على حاجة ان اماما بعتلي رسالة دلوقتي ربنا بصبح عليها طبعا وربنا يشفهلو يا عفاهلو يخلي هالي يا رب بعتلي باللفز كده وبالنص حلقة مرعبة انا حط ايدي على قلبي والله هتجلتيني وربنا بعد الشر الاختنا جوا بتقولني كلنا عادينا حطيني ايدينا على قلبنا من اللي انتي بتعمليه فبعد الشر عليك يا ستك كل وربنا يخليك لي وبعدين انا قلتلك يعني بفضل ربنا ودعواتك احنا الحمد لله هو ده اللي ممشينا في الدنيا والله العظيم طيب هنعمل ايه حطينا شوية فلفل اسفد على البيت وهروح نازلة بالسجوق اللي احنا سويناه في مي اهو بالشكل ده كده مهافف الفاصل قال لي لو جبنا الميني بيتزا اللي بتقعد وتنشف عندنا في البيت ونكون عاملينها مثلا او جايبينها جاهزة وبتقعد مثلا يومين تلاتة وبتنشف بدل ما بتتريمي ممكن كمان نعملها بالطريقة دي فعلا هتبقى حلوة طيب بصوا كده هناخد السجوق ننزل في الدقيق بعد ما حطيناه في البيت بالشكل ده كده عبا يكري ممكن تستني لما خلص نستني لما خلص شايفين بصوا بيبدأ ان هو يتغلف كده يلا ننزل المقادير بصوا كده نشيل دول كده عشانا حط دول مكانهم شايفين بصوا هم تغلك دقيق عامل ازاي تخيلوا بقى لسه لما ينزل في البقسمات كمان مش شايف تبكت بصوا المنزل ما شاء الله اللهم ازاي اخد بقى من هنا من البيت ده وحط في البقسمات الحلو بتاعنا ده زيت عندي سخن على النار سغوء مستوي يا دوبان عايزة بس ينزل ياخد طبقة بتاعته تتحمر بالشكل ده كده المنزل ده هرجع الزيت تاني على النار علشان ابدأ ان انا اقلي طيب اللي انت بتعملي ده ينفى مع السوسيس اه طبعا ينفى يعني ينفى ان انا امسك السوسيس كده طبعا السوسيس مش هتحتاج ان انت تحطيه في مياه ولا ان انت تسويه لأ اخديه زي ما هو كده وابدأ ينزليه في البيت نزليه في الدقيق نزليه في البقسمات والبيت تاني والبقسمات هيطلع معاك زي الفن هتبقى حاجة مختلفة طبعا خالص وفي منتهى الجيمي تمامه زي الفل يلا بيناع الزيت يا جيمي يلا بينا بسم الله ننزل وما نحرقش حالا جيمي بيقول لي مش تعملين لنا سوس جنب الحاجات دي حالا هيتعملك احلى سوس مشاوي ايه ده سوس مشاوي يعني ما نفعش لجنب المشاوي لا هو كل حاجة فيه مشوي لكن هنعمله النهاردة جنب الاكرالات اللي احنا عاملينها دي وينفع لأي حاجة ينفع لأي حاجة طيب ايه رأيك ننزل مقادير السوس كده يلا بينا ننزل مقادير السوس عملنا هو بيد عملنا دقيق اي خضار عندك شوي اي خضار عندك شوي زي ما بقولك كده اي خضار عندك شوي عندك طماطم عندك فلفل احمر فلفل اغضر عندك بصل ايا كان طم اي شوي اي شوي اللي يجي على بالك شوي اغلوكو على حاجة افتح التلاجة كده والفلفلتين اللي تلاقيهم بايزين عندك وهي خلاص هيبوزو وخلاص دبلو ومش هينفع تقطعيهم على صلطة او حاجة حط فساج وحط رش الزيت وشوي اي شوي بعد كده هتبدأ ان انت تستخدميه بص يا جيمي يا روحي صوابع ذهب بصوا المنظر ايه ده حد يصدق ان ده سجق شايفين لا اله الا الله حد يصدق ان ده سجق ولا حد يصدق ان ده سجق عامل زي الستريبس بصوا المنظر ما شاء الله اللهم بان مش هيعرفوا ان هو سجق اللي لما يكلوه جوا السندويتش طيب نبدأ نكمل قلية كده ونرجع للسوس بتاعنا اللي هيجمع لنا الحلو ده كله النهارده كل اللي هتعمليه صج رشة زيت على الخضار اللي هتشويه بعد ما يرجع ويتشوي نبدأ ان لها كل اللي انا عايزة الخلاط ويا سلام بقى لو الخلاط الجبار بتاعنا اللي ما فيش حاجة بتوقف قصوده اي حاجة اطحن اي حاجة شيل اي حاجة افرم هو الخلاط بتاعنا كده طيب الخلاط بتاعنا الجبار النهارده ده انا لو جبت ورقة وقلم وكتبنا وراء بعد كده كل الحاجات اللي احنا عملناها في الخلاط مش هنكفي كتابه مش هنكفي كتابه ادي الحاجات بتاعتنا اهي هنحطها جوه الخلاط ما تفكريني كده يا رغضة الخلاط الجبار بتاعنا ده احنا تحنى فيه ايه وما كانش ينفع انه هو يتحن في خلاط وتحنى ما هي الحلقة بتاعتنا اللي ما ينفعش وإحنا نفعنيه اللي ما بيتقليش وإحنا قلناه النهارده فالخلاط بتاعنا هيعملك اللي ما بيتعملش في الخلاط عملنا ايه في الخلاط عملنا كريم شانتي في الخلاط وده استحالة ان هو اصلا يتعمل في الخلاط عملنا ايه تاني في الخلاط جراشنا تلج كسرنا ازاز وتحنى زلط وعملنا ايس كريم بص الطوم يا جيمي بص الطوم ده الطوم المشو اللي احنا نعم بيستوس النهارده وعملنا في ايه كريم بخطوتين مع الكريم شانتي والمطحنة بتاعته عملنا فيها الخلونجان والجنزبيل والكركم حاجات دي كلها يا جماعة ما بينفعش تتعمل في خلاط ماينفعش تتعمل في خلاط لكن انا النهارده بجملة الحاجات اللي ماينفعش تتعمل وإحنا عملناها نفس النظام بالنسبة للخلاط الخلاط بتاعنا النهارده ده تجي بيه من صفحة سوق المطبخ لاني مش هتلاقيه الا فيها مش مسؤولة عن اي صفحة تانية حضرتك تدخلي فيها تلاقي خلاط تاني بيقولولك انه هو بيعمل نفس الحاجات اللي هو بيعملها الخلاط بتاعنا تروحي تشتريه تلاقيه بعد كده ما بيديكيش النتيجة او تلاقيه بعد كده ما بيديكيش قيمة الوقت بتاعته او ما بيقومش بالواجب بتاعه فبعد كده تقولي ايه لا ده نونة الخلاط بتاعها منفعش لا انا مسؤولة عن الخلاط اللي موجود عندي على الصفحة اللي موجود عندي على سوق المطبخ ده بس اللي انا مسؤولة عنه اي خلاط فاي صفحة تانية انا مش مسؤولة عنه طب اوصل للخلاط الاصلي اللي نونة بتتكلم عنه ازاي بطريقتين ما لهمش تالت اول طريقة وهي الارقام اللي موجودة معانا على الشاشة تلت ارقام للتلت شبكات بتسلي من اي موبايل هتلاقيهم بيردوا عليكي وتماموا زي الفون طيب ايه الطريقة التانية الطريقة التانية ان حضرتك تدخلي على صفحة سوق المطبخ بتبدأي تتفرجي على كل اللي انت عايزين مش الخلاط بس هتلاقي جوه الارفراير اللي تجنن هتلاقي جوه العجنات هتلاقي جوه اطقم الحلل هتلاقي التصاط هتلاقي البيريكس هتلاقي اطقم الكاسات والكبيات هتلاقي وكات هتلاقي كل حاجة اطقم جرانيت اطقم تيتانيوم قطقم ألمونيا كل ده هتلاقيه موجود جوه الصفحة هي من الصفحة هو مول شامل كامل مول شامل كامل تعالوا كده نبص عليه يلا نبص على المول بتاعنا يلا بينا بسم الله هندربوا حالا بس لما وريهم الصفحة بتاعتنا عشان يدخلوا عليها ويشوفوا هي يا جماعة من الصفحة انتوا داخلين مول شامل كامل بتدوروا على كل اللي انتوا عايزينه فيه واللي انتوا مش عايزينه ومش فاكرينه هتلاقوا برضو فيه ادي الصفحة اهي ادي الصفحة اهي عليها واتساب ونمشي كده واجي الخلط بتاعنا خلط أساس مطبخك اتحاني وخلطي وعملي تدبيلات وعملي سصات الكريم الشانطي ده يا جماعة ما كانش استحالة 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 ان انت تقولي ان هو يتعمل الكريم الشانطي استحالة تقولي ان هو يتعمل في الخلاط لا احنا الخلاط بتاعنا مش اي خلاط بدأ ان هو نعمله كمان فيه تعالوا كده نشوف ان في دقيقة وفتاكد زرار واحدة كل اللي انتوا شايفينه ده واتها يدخلوا تبقى عندنا صصف منتهج بسم الله ما كان مناش سانيتين سانيتين وكن يا الله عالريحة سانيتين وكان كله مضروب سانيتين وكان كله مخلوط ليه علشان احنا عندنا 8 شفارات بتمن تروس ما شاء الله ستلس 18 على 10 ما بيصدوش وشودات جدا بسم الله روعة 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 بجد بجد ما شاء الله الله مبارك بص كده فاقل من ثانية بقى عندنا صص مشاوي الله هو اكبر اللهم مبارك صص مشاوي الله هو اكبر اللهم مبارك حاجة كده ما شاء الله عليه تبدأوا تجيبوه من صفحة سوق المطبخ يا جماعة وتبدأوا ان انتم بص كده يا جيمي وتبدأوا تطلبوه حالا ارقمنا على الشاشة ارقمنا على الشاشة صفحتنا على الشاشة خش تلوبي اللي انت عايزاه وشوف اللي انت عايزاه كله من مول سوق المطبخ بص يا جيمي بص يا جيمي شفت الساندويتش شفت السوس طب يلا بينا تعال كده نطلع فصل على السجوء ايلا انا اطاقها بص كده يحقو ده يلا بينا شايفين شكل عامل ازاي حلقة بتاعتنا النهاردة فعلا ما تتفوتش شوفوها في الاعادة او شوفوها على السوشيال ميديا احنا النهاردة في البلد يوكل حصريا قلينا اللي ما يتقليش كل حاجة هتشوفوها مع البلد يوكل هتكون حصريا لي ما شفتهاش في حتة قبل كده احنا اللي قالينا البرجر وقالينا السجوء ما ينفعش ان هو يتقال عليه سجوء لان هو النهاردة بعد ما دقوه فيتقال عليه ستريبس شايفين المنظر عامل إزاي م شاء الله مع سوس المشاوي مع الحواوش المقلي يبقى كده حلقتنا خلصت وجينا الآخر للحلقة ونهايتها بس النهاية بتاعتها لسه إن شاء الله تبقى في الإعادة أو لما تشوفوها على سوش المدينة أتمنى كل الحلقة النهاردة عجبتكم نادر إيضاكم أتمنى دايما نكون عند حصن ظنكم باسفكم دايما في حفظ الله واشفكم بكرة ساعة عشر الصبح واللي فاتوا حاجة من حلقتنا بيقدر تباحها في الإعادة إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة